اهلا بكم من جديد نبدأ النشرة من الشأن المحلي حيث عقدت اللجنة القضائية لتسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة مزادا علنيا لبيع مشروع الجفير فيوز بحضور أعضاء اللجنة وعدد من المستثمرين الراغبين في تملك المشروع وقالت اللجنة في بيان لها اليوم بأنها قامت ببيع مشروع جفير فيوز بالمزاد العلني بسعر وقدره ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينار بحريني وذلك بعد أن رسل مزاد على مجموعة فنادق رامي ونوهت اللجنة أنه وفقا لأحكام قانون المرافعات البحريني يجوز لكل شخص أن يقرر خلال الأيام العشرة التالية لرسل مزاد العقار بالزيادة على الثمن بشرط أن لا تقل الزيادة عن عشر الثمن هذا ومن المقرر أن تعقد اللجنة الاثنين القادم جلسة خاصة للنظر في مشاريع بوابة أمواج وتلال الغروب ومارينا وست في خبر محلي آخر أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن تعيين شركة آيدوم الأسبانية لتقديم الخدمات الاستشارية لتطوير شبكة القطارات الخفيفة الداخلية ويأتي تعيين الشركة الإسبانية وفقا للمعايير والمتطلبات المنصوص عليها في وثائق المناقصة من مجلس المناقصات وذلك بين أفضل تسع عطاءات لشركات عالمية متخصصة للقيام بالخدمات الاستشارية لمشروع النقل الجماعي الجديد وبالأخص الخدمات المتعلقة بتطوير شبكة القطارات الخفيفة الداخلية في المملكة وبحسب وزارة المواصلات من المتوقع أن تبدأ الشركة الإسبانية مهمها الاستشارية والقيام بتصاميم شبكة القطارات الخفيفة المطلوبة في وقت قريب بعد استكمال خطة إدارة المشروع مع الجهات المعنية في الوزارة مشاهدين بحسب الدراسات الأولية من المتوقع أن يبلغ إجمال شبكة القطارات الخفيفة التي تعتزم البحرين تشييدها في المرحلة الأولى حوالي 25 كيلومتر إضافة إلى إنشاء عدد من المحطات لتختم الشبكة في هذه المرحلة ومن المتوقع أن تكون الطاقة الاستيعابية للقطارات الخفيفة ما بين 8 ألاف و10 ألاف راكب في الساعة لكل اتجاه وبناء على هذه التوقعات ستقوم الشركة الاستشارية بمراجعة المسارات والخطوط المقترحة وأصدار الرسومات والخرائط التفصيلية للمسارات وتفاصيل المحطات والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نستعرض وإياكم مشاهدينا أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم حيث أغلقت بورصة قطر على ارتفاع تجاوزت نسبتها الواحد بالمئة تلتها بعد ذلك بورصة الكويت بارتفاع يصل أو تصل نسبتها إلى 0.2 من 10 بالمئة أما بورصات مثل السوق المالية السعودية وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وسوق مصقط للأوراق المالية فقد تكبدت خسائر تراوحت ما بين 0.5 من 10 بالمئة أما إلى أداء بورصة البحرين فقد أقفل المؤشر العام عند 1191 نقطة أي بارتفاع بلغت نسبة 0.22 من 100 بالمئة وقد تداول المستثمرون في بورصة البحرين 890 ألف سهم تقريبا بقيمة إجمالية قدرها 183 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 32 صفقة حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع البنوك التجارية اشتركوا في القناة